جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحف رضاه أحف لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسم ودى مرتبى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفنح تراه لذاك يحوث خطى تراه لذاك يحوث خطى جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يُعْتَنْ يُعْتِمُ رَبِّي أَيَا غَافِرًا رَجَوْتُكَ عَفْوًا وَلَا لِي سِوَا وَدَمْعًا يَسِيلُ عَلَى مُصْحَفٍ بِهِ يَصِلُهُ اللَّهُ صُّخْ مَنْ أَتَى فَتِلْكَ سَجَايا لِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَى اللَّهِ دَوْمًا تَدُورُ رَحَا فَيَا سَعْدَ مَنْ كَانَ ذَا هِمَّةٍ إِلَى جَنَّةٍ فِي أَعَالِ سَمَا إِلَى جَنَّةٍ فِي أَعَالِ سَمَا جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ ساعد إلى منتهى